الدريهمي في مواجهة العصار لا أقسى من أن تجد مديرية فقيرة وفاقدة ليبسط الإمكانات في مواجهة موجة إعصار مدمر وبلا مقدمات وجد سكان مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة أنفسهم في وجه خطر لم يروا مثيلا له وعلى إثره حدث كل هذا الخراب وإن بدت محاولة العودة للحياة تخطو مجددا غلف الإعصار والأمطار والعاصفة الرعدية المصاحبة لها ثمانية قتلى كما تسبب بتدمير بعض المساكن تدميرا كليا وأكثر من خمسمائة نخلة عمر أقل واحدة منها ما يزيد عن ثلاثة عقود بينما كانت أعداد أخرى من الأشجار كالمانيو والليمون ضحية هذه الكارثة الكثيرون هنا لجأوا لبناء أسوار من سعف النخيل بعد أن فقدوا منازلهم وصاروا مع أبنائهم في العراء ومع كل ذلك ما يزالون يأملون أن يلتفت أحد لمعاناتهم وانتشالهم من كارثة حلت بهم